السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يارب تكونوا بألف خير الفيديو بتاعي النهاردة هكلمكم عن مميزات وعيوب بتجاز لاجرمانيا موديرنا سوبريمو بعد استخدام عشر شهور البتجاز ده انا جايبايا من عشر شهور الضمان بتاعه خمس سنوات التصميم بتاعه بيبقى ستل ستيل كله وبتبقى لوحة المفاتيح زجاجية باللون الاسود زي ما انتوا شايفين كده والزجاج بتاعه شفاف والزجاج ده فامي عسلي تمام طبعا بتجاز لاجرمانيا جماعة انا في الاول كنت مترددة وكنت خايفة بس انا بصراحة كنت حبة ان انا جيب حاجة ايطالي مستوردة تمام فانا يعني لما سألت لقيت الناس بتقول لي ان يعني من افضل بتجازية الايطالي بتقفيل المصري هي لاجرمانيا والموضوع ده كتمع عليه كل الفنين وكل بتوع الاجهزة الكهربائية بالرغم ان هم عندهم كل انواع البتجازات فانا بعد يعني بعد تفكير قررت ان انا هشتريه بالفعل اشتريته كان سعره ساعتها لما جيبته انا جايباه من سنتين بس بقى له عشر شهور بستخدمه يعني بقى لي عشر شهور بس استخدامه كان سعره اتناشر وخمسمية تمام عايز اقول لكم ان هو شغال شغال كويس جدا معي بس هقول لكم برضو على حاجات انا اكتشفتها فيه بس مش مدايقاني يعني الموضوع مش مدايقاني اول حاجة طبعا البتجازات دي يا جماعة محتاجة طريقة معاملة خاصة يعني محتاج منظفات معينة عشان اه تنظفوا بيها الستيل وكمان اه ماينفعش يتنظف بسلك اي حاجة حدا تمام لان بصوا زي ما انتو شايفين كده شايفين التجريح يعني يعني اكتر حاجة مدايقاني هو التجريح ده اه انا بستخدم السلك الستلس وما زلت بستخدمه وعايز اقول لكم رغم ان انا عارفة ان هو غلط بس طبعا يعني اه احيانا ببقى تعبينة مش قادرة مسلا ان انا اعمل البتجاز البتجاز وسبته يوم مسلا فالدهون نشفت عليه او مسلا الاكل اللي وقع عليه منقط عليه مسلا او كده نشف فبضطر ان انا عشان اسهل على نفسي فبجيب السلك السلس تيل ده اللي هو بيبقى من لعبك في بعض ده وببدأ ادعك البتجاز فبيسهل علي بصراحة بس طبعا يعني برضو مدايقاني يعني فكرة ان هو بيتجرح كده زي ما انتو شايفين برضو هتلاقوا برضو الكاميرا وصوا شايفين شايفين التجريح ده برضو تجريح طبعا في منتجات بتبقى مخصوصة للستيل لو حابين انتو تشتروها يعني وتتعاملوا بيها بتنظف حلو جدا بس خلاص انا قريدي انا خلاص امر واقع بقيت يعني البتجاز كده كده تجرح شايفين اهو واهو يعني مدايقاني بس يعني عادي مفيش مشكلة هنا الحوامل بتاعته من الظهر تمام? اه الحوامل الظهر بصوا لو برضو اتعملت بسلك اتغسلت بسلك برضو بتتجرح زي ما انتو شايفين كده هتلاقوا ايه نقاط كده تقشير ده تقشير ده كده النقاط الفاضي اهي بحاول اقرب اهو تقشير اهو بسبب اه ان الطبقة اللي هي زي 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 التفلون الظهر ده اصلا في اه شكله بيبقى لونه زي الفض يعني فضي شوية ميل الفضي فطبعا الجزء الاسويت ده ده طلاق فطبعا لازم برضو نتعامل معاه بحذر اه لان الطلاق ده بيتشال فبردو تعامله معاه بحذر لو انتو حابين تحافظوا على البوتاجاز بتاعكم ويبقى يعني يبقى تمام معاكم ويبقى عمره الافتراضي طويل. تمام? طيب اه ايه المشاكل اللي وجهتني في البوتاجاز ده? البوتاجاز ده يا جماعة بعد ست شهور اه من استخدامه اه حصلت لي المشكلة بتاعة اه انتفاق شعلة الفرن. تمام? المشكلة دي انا كنت بسمع عنها في الفيديوهات وبسمع عنها من الناس ان في مشكلة في البوتاجاز ده مخصوص. اه يعني البوتاجاز على الاخص ده يا جماعة بصوا. هقول لكم على حاجة. كل البوتاجازات الامان الكامل بتعاني من نفس المشكلة دي. وارد ان المشكلة دي تحصلها. البوتاجاز ده يا جماعة السنسور هو امان كامل. كل عين من الايون دي والشواية والفرن كمان بيبقى فيه السنسور اللي هو الجزء اللي هو ده. الجزء ده شايفينه? الجزء ده اللي هو اللي عامل زي القلم ده. آآ ده السنسور. السنسور ده اللي هو بيحس حساس كده بيحس الحرارة عشان آآ آآ لو لا قدر الله الحرارة طفت الشعلة آآ تفصل غاز. تمام? تفصل غاز. آآ طبعا الوتجاز ده الاشعال الزاتي او اشعال تلقائي اشعال تلقائي من العين. لان حد قبل كده علق لي على كلمة اشعال ذاتي دي وقال لي ده اشعال تلقائي آآ فيه فرق بين الاتنين. اشعال الزاتي بيبقى ليه زرار. اما الاشعال التلقائي بيبقى العين نفسها هي اللي بتدسوا عليها فالعين بتولع. تمام? تمام. آآ حصل لي بقى او المشكلة بتاعت آآ انتفاق شعرة الفرن دي بعد ست شهور. والمشكلة دي انا كنت سمع عنها فاول ما حصلت انا عرفتي عن الموضوع. آآ الحقيقة ان انا توصلت معاهم تاني يوم على طول بعتوا لي فني. لان انا باكد على تاني يوم على طول لان في ناس كتيرة آآ اتكلمت على التوكيل بتاع آآ اللي هو الضمان العربي. هي الجرمانية يا جماعة ضمان العربي. اللي هو توكيل العربي. اتكلمت عن الموضوع ده وقالت ان التوكيل سيء جدا. فطبعا آآ انا من خلال تجربتي والله العظيم جولي تاني يوم بعتولي فني. الفني جي بص على السنسور. حاول يعمل بالصنفرة السنسور ده لان بيبقى فيه هدو من الشعلة. آآ وبيتراكم كده العوادم وحاجات فوق السنسور. فبتعزل الحرارة يعني بتعزله عن الحرارة. فاهمين فمش بيحس بالحرارة. فلما لقى السنفرة مش جايبة نتيجة والموضوع لسه شغاله وبيفصل. آآ راح قال لي آآ آآ انا هجي تاني يوم وهغير السنسور خالص. وبالفعل جالي تاني يوم اللي هو تالت يوم بقى يعني انا اتكلمتهم اول يوم جولي تاني يوم. تالت يوم بقى اتجي غير لي السنسور تماما. فك الجزء بتاع ده خالص. لان السنسور متوصل. آآ سلوك كده وحاجات متوصلة لحد فوق. فاشتغل زي الفل وتمام الحمد الله. آآ هي هي دي كانت المشكلة وانا ما دفعتش جنيه. يعني مفيش فلوس خالص اتدفعت لان بتجازف الضمان خمس سنين. تمام? تمام. آآ فالحمد الله المشكلة دي مش مش مدايق يعني. طيب. هقول لكم على حاجة بقى. الناس اللي شغالة بانبوبة. انا شغالة بانبوبة بس البتجاز ده مجهز للغاز الطبيعي فقط. يعني بصوا آآ ما ينفعش يشتغل بانبيب الا لما بنغير له فونية. ومع زي لك برضو بيحصل دروبات وبيحصل مشاكل بسبب الانبوبة. ليه? لان البتجازات كلها مخصصة انها تعمل بالغاز الطبيعي. تمام? فهم في الاول جام عملوا لي غيروا لي الفونية وشغلوه لي بالانبوبة وتمام. بس الفني آآ قال لي حاول اتغير المنظم. مع ان المنظم ده هو اللي كانوا طلبين آآ هما اللي كانوا طلبينه مننا. آآ منظم تقريبا اسمه آآ منظم ضغط ثابت تلاتين ميلي بور. اسمه كده. واحنا بالفعل جبناه. لما جي الفني وهو بيركب قال المنظم ده لازم يتغير. طب ليه? طب في ايه? قال هيعمل مشاكل في البتجاز. طب ليه? بسبب ايه? انتو اللي طلبينه. هما اللي طلبينه مننا وكده. فرح قال لنا آآ والله انا شايف انه لازم يتغير لان آآ انا هوطي لك الضغط بتاعه. قال للضغط بتاعه فعلا. بس مع ذلك انا حاسة ان الشعلات حمية قوي. يعني بصوا. شايفين? شايفين الصوت كمان اللي طالع? آآ الشعلة دي حمية جدا. يعني دي اكتر شعلة حمية لانها كبيرة. بس آآ برضو الشعلات التانية حمية جدا. تمام? تمام. آآ مش عارفة المشكلة بقى. هو قال لنا ايه? قال لنا ان المنظم آآ اللي موجود عندكو ده هيعمل مشاكل في البتجاز وهيخلي حاجات تفرقع. انا مش عارفة ايه الحاجات اللي هتفرقع في البتجاز. بس اعتقد ان ممكن لقدر الله سينسور يتحرق. آآ ممكن آآ مثلا آآ حاجة داخلية مثلا يحصل لها حاجة طبوز. انا مش عارفة الحقيقة اللي بيحصل يعني بسبب المنظم. فآآ احنا مغيرناهوش. احنا حاولنا ندور عليه تاني مقناش النوع ده خالص. قال لنا مفيش بتجازق. يعني كل ما نروح حتة يقول لنا مفيش المنظم ده مش موجود. انا مش عارفة يا ريت حد يجاوبني برضو في التعليقات ويقول لي هل المنظم ده صح ان انا استخدمه اللوات آآ ضغط سابت تلاتين ملي بار ولا اغيره ولا ايه. لان قالوا لنا اقصى حاجة اتناشر. يعني لما رحنا سألنا عشان نشتري واحد تاني. قالوا لنا اقصى حاجة اتناشر ملي بار. فالحقيقة انا مش عارفة. آآ طبعا زي ما انتم شايفين كده البوتاجاز زي ما قلت لكم اللوحة آآ لوحة المفاتيح الزجاجية. وطبعا فيه تلات زرائر ده بتاع آآ المروحة بتاعة الفرن. وكمان آآ آآ دي بتاعة الشوية ودي اللمبة طبعا وده الطايمر طبعا بتثبطوه بتثبته من هنا. طيب. آآ بالنسبة للشوية. بصوا بقى انا هقول لكم على الشوية لان الناس بتتكلم ان الشوية هادية هي فعلا هادية. بصوا انا مش هكتب عليكم. بصوا. بصوا انا بولها. اهي. هي قريدي هادية. هادية خالص. بس آآ هي هادية يا جماعة مش دي مش مشكلة ولا عيف البوتاجاز. تمام? آآ دي آآ الشوية هادية لان آآ مواصفات الامان العالمية بتقول ان ما ينفعش آآ الحرارة تبقى شوية مسلا شغالة مع فرن هتزود درجة الحرارة جاملة في الفرن. فآآ طبعا بتسبب مشاكل آآ في البوتاجاز يعني حاجة حاجات خاصة بالامان. مواصفات الامان العالمية لان البوتاجاز هيبوز وعمره الافترادي آآ هيبوز. فطبعا آآ عشان كده الشوية آآ هادية. تمام? آآ انا بالنسبالي الشوية مش مدايقاني في حاجة لان مروحة التوزيع اللي هي جوه دي. المروحة دي يا جماعة آآ حلوة جدا بتوزع الحرارة. آآ جميل جدا جدا حتى لو شغلت الفرن وشغلتش آآ شوية. فمش بحتاج ان انا احط الحاجة او اعمل لها وش. بس لو انتو حابين حاجة تدوها وش فهي شغالة معيكو تمام يعني مش مش مدايقاني في حاجة يعني. تمام? آآ وفي ازاز خارجي. اللي هو ده. تمام? الازاز الخارجي ده آآ يعني ما بيتفكش يا جماعة غير لما تشيلوا الباب خالص. باب البوتجاز خالص. لازم تشيلوا باب البوتجاز عشان آآ طبعا المفصلات اهي. دي ليها طريقة في الفك. وتتشال. تمام? الزجاج الداخلي ده طب معمول ليه? والزجاج الخارجي ليه? الزجاج الداخلي ده عشان لو لا قدر الله. الزجاج الخارجي. الكسر او حصل له حاجة. يبقى في حاجة تحمي ان الابخيرة ما تطلعش برا. تمام? والدهون بقى والترصبات والحاجات دي. تمام? بصوا هتلاحظوا هنا ان في نقط مية معلمة كده في الازاز. طب ده بسبب ايه? بسبب الفتحات دي. الفتحات دي يا جماعة. الفتحات دي طبعا البخار بيتحبس جوه هنا. فطبعا بيعمل زي نقط. واحنا عشان نخسل البتجاز زي ما قلتلكم. لازم نفك الباب خالص. وطبعا انا يعني مش بفضل للطريقة دي لان الموضوع ده هيبقى يعني مقلق بالنسبة لي لان انا اخافي الزحلق من ايدي لقدر الله فيتكسر او لقدر الله معرفش اركبه تاني او كمان اه لو ركبته ممكن حاجة لقدر الله المفصلة تتعاوج او حاجة فمش هينفع ان انا اركبه بسبب ان المفصلة اتعاوجت. فانا بخسله كده من بره ومن جوه وخلاص. تمام? تمام. آآ عايز اكلمكم عن الجوانب بتاعته هي آآ بتسخن يا جماعة مش ما بتسخنش هي بتسخن بس مش السخونية اللي انتم بتخيل انها. آآ الا لو انتم بتعملوا مسلا بتخبزوا. عدتوا مسلا آآ ست سبع ساعات بتخبزوا مسلا او بتعملوا حاجة فبتلاقوا الجوانب سخنت جدا. تمام? وده طبيعي يا جماعة يعني هو اربع طبقات عزل معمولين في في البوتاجزة. بس مع زيلك بيسخن. كمان الوجهة بتاعته هي الوجهة بتاعته بصوا. الوجهة في مروحة هنا تحت الجزء ده. يعني في الجزء ده من هنا في مروحة. تمام? المروحة دي عشان تبرد لوحة المفاتيح. وما يحصل لهاش حاجة. تمام? آآ فالمروحة بتطلع الصهد لان في بصوا فيه فرق هنا كده فاتحات. الصهد كله بيطلع على برة. فبتحسوا ان المطبخ مسلا ستخن قوي او فيه صهد يعني طالع بسبب ان المروحة بتحاول تطلع السخنية على برة. تمام? المروحة انا بتكلم هنا عن مروحة التبريد. مش مروحة توزيع الحرارة. مروحة التبريد. بتطلع الهوى السخنة على برة. تمام? بتطرده. يعني بتطرده. بس مش بيطلع لقدر الله على المفاتيح. يعني بتيجوا وتمساكوا المفاتيح. لا مش بتلقواها سخنة. عادية ده في اللي هو العادي خالص. مش مش سخنة ولا اي حاجة. تمام? آآ دي من وجهة ناظري اما البوتاجاز. البوتاجاز شغال حلوة جدا معي. فيه ناس ناس بتقول انا مش عارفة ازبطه آآ وانا بعمل الكيكة بتبوز مني والكلام ده. البوتاجاز يا جماعة انا لاحظت ان هو مع الانبوبة هو حامي. حامي زيادة عن اللزوم. ناره حامية. آآ انا مش عارفة مع الغاز الطبيعي. يا ريت تكتبونا في التعليقات برضو. لو شغل تمام مع الغاز الطبيعي. ودرجة الحرارة بتعمله الكيكة مثلا على مية وتمانين. وبتصبط معاكو. لان انا وبتصبطش معايا غير على مية واربعين. مية واربعين الكيكة بشغل الفورن على مية واربعين قبل ما اعمل. وانا ببدأ كده وانا بعمل الكيكة. تمام? وبعد كده آآ بشغل المروحة. آآ لما بحط صنية الكيكة بشغل المروحة. فانا بعملها على مية واربعين. واحيانا كمان اقل من مية واربعين. لان بلاقيها آآ بتتلسع بسرعة وآآ وكزا مرة تبوز مني وكزا مرة تتحرق مني فعلا. يعني انتو عندكم حق في الموضوع ده. بس هو لي زبطة معينة آآ لكن تسويته اقسم بالله ممتازة. ممتازة ممتازة ممتازة. ما شاء الله بياخد لون واحد. الحاجة بتاخد لون واحد. آآ طبعا ده بفضل توزيع الحرارة. المروحة بتاعة توزيع الحرارة. كمان بيسعف وبينجز معيك وفي الوقت لان النار بتاعته حمية. انا مش عارفة بقى لم اغير واعمل غاز طبيعي. هل هيبقى كده ولا ولا مش هيبقى هيبقى زي ما هو. انا مش عارفة. آآ مثلا درجة حرارته هتقل مثلا او الشوالات هتبقى بردة شوية. الله اهو اعلم. فامش عارفة يعني. آآ بس زي ما قلت لكم هي دي عيوب ومميزات البتاجاز آآ الناس المترددة منها تجيبه وبصوا مفيش حاجة آآ مفيهاش عيوب. سواء بقى الجهاز كهربائي او غيره او اي منتج في الدنيا. مفيش حاجة مفيهاش عيوب. ومفيش حاجة واحدة اجمع عليها تنين. تمام? يعني ده هتلاقيه عندك آآ حلو عند اختك وحش. مسلا. آآ عايز اقول لكم. احيانا بيبقى فيه ساعات آآ 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 سوق تصنيع مسلا. في مشكلة في التصنيع او عيب تصنيع اللي قدر الله حصل آآ في وقت ما او في فترات ما في تصنيع البتاجاز ده او غيره او غيره يعني. فكل حاجة وردة في الاجهزة كل حاجة وردة في اي منتج عمتا. آآ بس يا رب تكونوا استفدتم من الفيديو. بس الضمان بتاعها جماعة حلو جدا جدا. لو عندكم اي سؤال اكتبوا لي في التعليقات. وانا هجاوبكم عليه واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.